شدد رئيس تجمع الفاوازاخ النائب عامر عبدالجبارة على ضرورة أن تخضع القرارين السياسي والأمني لاستشارة اقتصادية في العراق عزيا ذلك إلى مخاطر تعرض ميناء البصر النفطي للقصفة بسبب التوتر الحالي بالمنطقة وحضر عبدالجبارة من سقوط الحكومة في حال تعذر دفع الرواتب للموظفين كون إيرادة الميناء تشكل نسبة 85% من قيمة الرواتب لا بد من تشكيل خلية أزمة اقتصادية أمنية سياسية لأن يكون القرار السياسي والأمني مشفوع بالرأي الخبراء الاقتصادين لا سامح الله لو تعرض ميناء البصر النفطي إلى ضربة هذا يعني سقوط الحكومة لا سامح الله لأنه ميناء البصر النفطي يمثل 85% من نفط العراق فإذا ما تعرض إلى أي تعرق له معناتها الحكومة تعجز عن تزديد الرواتب وردود الأفعال لا أعتقد أن تبقى الحكومة في موقعها ولا سيما الآن نحن في انخفاض لسعر البرميل والحكومة مخرجة بتزديد الرواتب وذهبت إلى زيادة الضراب على المواطنين هذا سيزيد الشحن الشعبي والرفض الشعبي على الحكومة فأي تعرض لا سامح الله إلى ميناء البصر النفطي يؤدي إلى سقوط الحكومة حتى نحمي موانئنا النفطية لا توجد لدينا قدرة أمنية لحمايته فالقدرة السياسية المعززة في الرأي الخبراء الاقتصادين وأن تكون هذه الخلية برئاسة القائد العام القوات المسلحة بمفاتيح سياسية ممكن أن نحمي ميناءنا النفطي اشتركوا في القناة